بقاعد مسلا في مشكلة واحد اعتدى على واحدة او اختصى بواحدة او اتل واحد او الحاجات اللي بنسمع عنها ما بين الشباب دي. وتقعد كده مسلا بتحاول تحل وتشوف الدنيا فيها ايه وفجأة صاحب المشكلة او ابو صاحب المشكلة يطلع يقول لك ايه. انا ابني متربي احسن تربيه. ده انا ابني خريج الاي و سي. ده انا ابني كان في الاي جي. ده ابني لسه خارج من دابلي و سي. اه يا حبيبي دي رعاية مش تربية. ما انت لازم تبقى عارف الفرق بين انك ترعى ابنك انك تأكله انك تشربه انك تلبسه انك تعلمه دي اسمها رعاية. انما التربية انك ما تلعبش ببنات الناس. انك ما تقولش الفاظ. انك ما تتفرجش على معرفش ايه. انك ما تحتكش بالناس. انك ما تقلش ادبك على الاكبر منك. انك 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 تصلي. انك تحفز قرآن. انك اه تبقى بني ادم محترم. هو ده يا جماعة التربية. انما انا ابني بيأكل احسن اك. بيلبس احسن لبس. ابني معرف انا ابني ابني ناس. يا عم حدش قالك انك اه تعرفت على مفجنة الحيوانات. ما احنا عارفين ان انت ابني ناس ما كلنا ولاد ناس. ولكن لو 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 انت بتعول على ان ابنك متربي وكويس لمجرد انه خريج مدرسة اجنبية او انت لما اخزق بتعرفه. تمام? علف آآ جامد يعني علف غالب يتأكلوا لحمة كل يوم فلا. فانت ما تبقاش متخلف. ما تبقاش احبل. واعرف الفرق بين الرعاية وبين التربية. ما شاء الله دلوقتي بقيت تقعد مع الناس. الناس آآ كلها متربية. اما دام الناس كلها متربية. اما آآ ولاد الادب اللي حوليها دول مين? يعني ولاد مين? ما هم ولادك. اللي انت مش مقتنع ان انت معرفتش تربيهم. والام اللي تفضل تقول لك الشباب التوكسك. الولاد التوكسك. ايوة حبيبتي ما رب ابنك بقى عشان مبقاش توكسك. انت كل همك تعملي له اكل. وتفضلي تزغطيه. لا. هو مش بطة. ابنك لازم يتعلم قبل ما هيكل. اهم يعني اهم من الاكل انك تعلميه وتربيه. تربيه. عشان مبقاش توكسك. عشان ملعبش بنات الناس. ما هو لو هو توكسك يبقى انت ما ربتيهوش. فربيه عشان مبقاش توكسك. انما الاكل والشرب والتعليم دول رعاية. هل معنى كده ان اللي متعلمش في مدارس انترناشنال مش متربيين? لا خالص. هل اللي مكلوش لحمة كل يوم مش متربيين? لا خالص. ولكن التعليم حاجة واللبس الكويس حاجة. والوجهة الاجتماعية حاجة. والتربية حاجة تانية. الوقت لايه بيتكلم انجلش بطريقة رهيبة. تيجي تقول له اقول ايه في القرآن ما يعرفش. ما يعرفش العصر جهر ولا 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 سرا ولا ما يعرفش المغرب كم رقعة ولا السنة قبل ولا السنة بعد ولا اي حاجة ماش فاهم. ما يعرف يتكلم انجلش بس. يعرف الماث والساينس بس. تلاقيه قاعد راجع الاهل ووش الصبح عينه دي مغيمة. مش قادر يفتحها من كتر المخدرات ولا فريق معاهم. وفاكرين ان ان المدرسة هي اللي بتربي. والكلام ده غير صحيح. مفيش مدرسة بتربي دلوقتي. لا مدرسة غنية ولا مدرسة فقيرة. شغل بقى مسلسلات التمانينات ودمير قبل حكمة ده. والشغل اللي كان بيحصل زمان ده خلاص يا باشا انسايا خلاص. كلام ده من الخمسينات والستينات والسبعينات ايام ما كان تعداد السكان عشرين تلاتين مليون. مش مية وخمسين مليون دلوقتي. شغل فاتن حمامة ده تنسى تماما. المدرسين مش عارفين يلموا المنهج يا رب ابنك. وانت لازمت اهلك ايه? انت في البيت انت لازمتك ايه? وانت لازمتك ايه? لا اصل الاهالي دلوقتي مسكين مبالتة اربعة عشرين ساعة. تلاقي الاب شقيان على فكرة. والاباء بتبقى شقيانة برضو. شقيانة وشغالة شغلة واتنين. فانت شغالة عشان تجيب قرش. هتراعي ابنك من غير ما تربيه بانت ضيعت الفلوس دي في الهواء. يبقى هياخد فلوسك دي هيصرفها في المخدرات. فلازم تركز. وتعرف الفرق ما بين الرعاية والتربية. وان التربية قبل الرعاية. مش كانوا بيقول لك التربية قبل التعليم. انا بقول لك بقى التربية قبل الرعاية. يعني قبل ما تفكر ابنك. وتبنينه مستقبله. وتعلمه في مدارس انترناشنال. وتلبسه احسن لبس. وتأكله احسن اكل. ربيه. ربيه. وعلمه اداب التربية. ما تسيبوش كده. المدارس مش هتربيه. انت مش هيربيه. مفيش حد هيربيه غير ابوه وامه. بس لو ابوه امه مربهوش. هيكبر بقى والزمن هيربيه. بس الزمن هيربيه بقى بحبسة. زمن هيربيه مشكلة كبيرة يقع فيها. في ناس يقع معهم يطلعوا عين اللي جابه امه. هيقع يعني هيقع. فبدل ما تخلي الزمن هو اللي يرب ابنك ويعلمه. لا اعلمه انت وربيه علشان الزمن مش هيبقى رحيم عليه. السلام عليكم.